موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى موجزي أخبار الآن ارتفعت حصيلة الانفجارات التي هزت العاصمة السورية دمشق إلى ثمانية عشر قتيلا وثلاثة وخمسين جريحا وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وأوضح المرصد أن بين القتلى سبعة أفراد من الأمن ومدنيين اثنين وأشار إلى أنه لم يتم تحديد هوية القتلى الآخرين حتى الآن وثقت شبكة السورية لحقوق الإنسان قتلى خمسة وتسعين شخصا نتيجة التعذيب داخل سجون نظام الأسد وذلك في النصف الأول من العام الجاري وشدد التقرير الذي نشرته شبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة إحالة ملف السجون إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات على جميع القادة الذين ثبت تورطهم في عمليات التعذيب أسفر حريق ضخم شبا في مخيم للاجئين السوريين في سهل البقاع الشرقي لبنان عن قتل ثلاثة أشخاص في حين لم يعرف سبب الحريق هذا وتحاول الأجهزة المختصة سيطرة على الحريق فيما هرعت سيارات الإسعاف والقوى الأمنية إلى مكان الحادث سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على قرية كسرة محمد علي جنوب مدينة الرقة شمال سوريا بعد مواجهات عنيفة مع أفراد تنظيم داعش أسفرت عن قتل العشرات منهم وأوضح مصدر مطلع لوكالة سمارت نيوز أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت أيضا على سوق الهال القديم شرق الرقة وبدأت اليوم في اقتحام قرية الرطلة تواصل القوات العراقية تقدمها في المدينة القديمة غرب الموصل بعدما استعادت سيطرة على المجمع الطبي في حي الشفاء لتعزل بذلك آخر مواقع تنظيم داعش وفق مسؤولين من جهته أكد قائد الشرطة الاتحادية الفاريق رائد شاكر جودة استعادة حي الشفاء بالكامل ليقتصر تواجد داعش حاليا على المدينة القديمة لا يزال آلاف المدنيين عالقين في مناطق الاشتباكات في مدينة الموصل ولم يسمح تنظيم داعش لهم بالخروج صوب القوات العراقية هذا ويعاني جميعهم الجوع والعطش والإصابات المختلفة المرصد العراقي لحقوق الإنسان طالبت الحكومة التحرك سريعا لإنقاذ المدنيين المحاصرين وتحمل مسؤوليتها الكاملة في الحفاظ على سلامتهم أعلن مسؤولون في باكستان اليوم ارتفاع حصيل الضحايا الحريق الذي اشتعل بنقلة نفط في مدينة بهاوالبور إلى 197 قتيلة وذكرت مصادر فاكستانية أن الحصيلة ارتفعت بعد وفاة عدد من الأشخاص متأثرين بالإصابات التي لحقت بهم في هذا الحادث الذي وقع الشهر الماضي شكرا شكرا